اشتركوا في القناة مدفع الافطار الذي يكون من باحة مسجد المغفور لها الشيخ زايد في امارة الفجيرة واليوم نتكلم عن معلم حضاري معماري يميز امارة الفجيرة هو مسجد الشيخ زايد طيب الله ثراه واسم هذا المسجد مرتبط باسم المغفور له الشيخ زايد مؤسس الاتحاد والذي جمع الامارات السبع لتصبح دولة واحدة دولة قوية دولة يعمها الامن والامان هي دولة الامارات العربية المتحدة وكان الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971 الشيخ زايد باني حضارة الامارات طيب الله ثراه مسجد الشيخ زايد يعد اكبر ثاني مسجد بعد مسجد الشيخ زايد في العاصمة ابو ظبي واتخذ مسجد الشيخ زايد في الفجيرة اساليب العمارة التركية في عهد الدولة العثمانية وفيه طبعا خمسة وستين قبة وايضا ست مآذن تمتد نحو السماو ويعتبر كواحد من اهم المعالم الاسلامية اليوم وطبعا نفتتح مسجد الشيخ زايد في الفين وخمسة عش حياكم الله متابعين الكرام ويامر حبابكم في البداية بعد اقولكم مبارك عليكم الرحمة وايضا ننتقل لجمهورنا وحبايبنا الله يحفظهم ان شاء الله ويطول بعمارهم اول شيء مبارك عليكم الرحمة وانتوا بخير ولا مو بخير صوتكم تعبان اجازة نحن يا جماعة يلا ارفعوا صوتكم انتوا بخير ولا مو بخير الله يحفظكم ان شاء الله وربي يقويكم خلن اختارنا حد نسأله بعد سؤال تعال يلي لابس احمر جاكت احمر تعال ايوه تعال 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 يا بطل تعال شلونك شخبارك حفظ الله شو اسمك حبيبي يوسف يوسف كم عمرك يا يوسف تسع تسع الله يحفظك ان شاء الله وربي يقويك شلون اجوار رمضان وياك زينة حلو وشلون الجو اليوم بعد هطول المطر حلو حلو الله يحفظك ان شاء الله وربي يقويك طبعا نحن اليوم تكلمنا عن مسجد الشيخ زايد في مارة الفجيرة فبس اصألك سؤال عن المعلومات اللي انا ذكرتها قبل شوية من كم مأذنة يتكون مسجد الشيخ زايد من كم مأذنة كم مأذنة شوفها وراي موجودات هاي المأذن كم مأذنة يتكون مسجد الشيخ زايد هل هي خمسة ولا ستة ولا سبعة خلينا بالوسط خمسة خلينا بالوسط زيد واحدة ستة الله يحفظك ان شاء الله اجابتك صحيحة نعم ست مأذن في مسجد يعني مأذن تتميز فيها مسجد الشيخ زايد في مارة الفجيرة تفضل هذه جائزة مقدمة من مركز هنوفر الطبي حقك الله يحفظك ان شاء الله ربي يقويك أiał데 يلا معي إزيل خف خف صوتكم خف صوتكم مرجعوا ورا شوية وانا ببنقيكم واحز ورا الثاني نزيل اه تعالي انتي تعالي تعالي كيف تخبارت تها خلوة يسا شو اسمت هاجر حاجر ليش صوتك خفيف هاجر هاجر شوفي عليهم ورفعها صوت قلهم أنا هاجر أنا هاجر رفع صوتك يا هاجر اسمي هاجر لذا بعرف اسمك هاجر لكن شوفي على الكاميرا وشوفي عن الناس وقولي لهم أنا اسمي هاجر أنا اسمي هاجر الله يحفظت إن شاء الله كم عمرت يا هاجر سبع سنوات الله يقويت إن شاء الله بديت تصومين ولا بين نص ونص نص ونص نص ونص الله يحفظت إن شاء الله لم تتصومين من الصبح لين العصر ولا الظهر العصر الله يحفظت إن شاء الله نزيل بس هناك سؤال طبعا جائسة مقدمة من القيادة العامة لشرطة الفجيرة يقول السؤال من هي أول وزيرة للسعادة في دولة الإمارات شو اسمها؟ معالي عهود الرومي ولا عهود الرومي؟ أول واحدة أول واحدة سهلة 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 معالي عهود الرومي قولي هناك شوفي هناك شوفي هناك قولي معالي عهود الرومي أرفع صوتك أرفع صوتك على سان يعطيش عم الشرط الجائزة يلا أرفع صوتك المعالي، العهود، الرومي يالله، رفع صوتك المعالي، العهود، الرومي الله يقويت إن شاء الله ترح سلمي جائستك من أخونا الشرطة اللي هناك واقف الله يحفظ تن شاء الله شوية 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 أرجعوا ورا وحين أنا بختار من ورا على فكرة لا تطلعون قدام لا توقفون قداما، أنا قاعد أختار من ورا وكفي هنا، وكفي اليسار شلون تتخبارك؟ بخير رفع صوتك، رفع صوتك، ليش تعبانين انتو اليوم؟ اليوم بسبت يا جماعة بخير شو اسمتها حلوة؟ ريماس شو ريماس؟ ريماس ونعم فيت، من وين هي ريماس؟ من مصر ونعم، من نعم، أم الدنيا، الله يحفظت إن شاء الله ريماس، كيف أجواء رمضان في دولة الإمارات؟ شو تشو فيها؟ حلو حلوة؟ من قاعد يتابعك على التلفزيون الآن؟ ماما ماما؟ شو تقولي لها الماما؟ كل عام، وأنت بخير، رمضان كريم الله يحفظه إن شاء الله ويطوله بعمرها إن شاء الله شو فطرته مبارح؟ شو فطرته؟ محشي محشي، يا سلام، يا سلام، يا سلام على المحشي أنا زين، أنا ذكرت معلومة وقلت إن مسجد الشيخ زايد في إمارة الفجيرة يعد ثاني أكبر مسجد في دولة الإمارات، حلو؟ وأكبر مسجد في دولة الإمارات هو مسجد الشيخ زايد في إمارة أبوظبي، في العاصمة أبوظبي، فمسجد الشيخ زايد كم ترتيبة؟، الأول والثاني؟ كم ترتيب الأول والثاني؟ الأول 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 والثاني؟ الثاني يا رماس الأول والثاني رفعي صوتك الثاني تستاهلين جائزة الله يحفظت إن شاء الله يا رماس وهذه جائزة مقدمة من مسك اليمارات كوبون بقيمة 300 درهم الله يحفظت إن شاء الله زين 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 لحظة 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 أنا عندي فكرة وائد حلوة ليش ما ترجعوا ورا وإن أختاركم أنا أختار الناس الساكتين أختاري يقول أنا تعال تفضل هذا واحد ليلة ساكت من الصبح قاعد الله يحفظك إن شاء الله شلونك يا أخبارك الحمد لله شلون أجواء رمضان وياك تعال تقدم شوية لا تقدم هنا ووقف شلون أجواء رمضان وياك الحمد لله كويسي شو عرفني باسمك محمد محمد من وين يا محمد من العراق من العراق ونعم ذيك شلون أجواء رمضان هنا عدنا في الإمارات شرايك فيها كنت في اليوم العادية شوية عندي ملل بس اليوم برمضان نجتمع كنا كنا حلو حلو والله حل يا أيامك وربي قويك إن شاء الله آآ زين يا أخوي محمد قتلي محمد الله يحفظك تختلف أجواء رمضان عن العراق وعن الإمارات شو الإختلافات حسب التقاليد كل واحد شو التقاليد قولي شو التقاليدكم هناك هناك تقاليدنا نحن كنا نزور بعض هنا هنا يعني شوية بعض نزور بعض هناك تشابه بناتنا وبين الإمارات حلو حلو والله يحفظك إن شاء الله وربي قويك ويمدك بالصحة والعافية زين بس لك سؤال طبعا جائسة مقدمة من القيادة العامة لشرطة الفجيرة كم نسبة الشعور بالأمن والأمان في المجتمع لعام 2018 سؤال سهل كم نسبة الأمن والأمان في دولة الإمارات 2018 مية بالمية مية بالمية جابتك صحيحة روح استلم جائسك من أخونا الشرطة لحظة 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 خلصنا 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 صبر شوي علينا طبعا أخواني وأخوات يالله يحفظكم إن شاء الله وربي قويكم طبعا وصلنا لختام هذا البرنامج أتمنى أنكم قضيتوا أجمل الأوقات ويانا الله يقويكم إن شاء الله تقبل تحيات طاقم البرنامج ومحدثكم عبدالهاشمي صياما مقبولا وإفطارا شهية تقبل تحيات طاقم البرنامج تقبل تحيات طاقم البرنامج تقبل تحيات طاقم البرنامج أدخل تحيات طاقم البرنامج ويساعد سيكون أدخل مدفع وأدخلت أدخل تقبل أدخل جاهز اشتركوا في القناة